اعلن الرئيس الاوكراني فلودمير زلنسكي ان بلاده تحقق تقدما في اصلاح منشآت الطاقة بها وذلك بعد عدة ايام من قيام موسكو بقصف عدة اهداف في مختلف انحاء اوكرانيا واشار زلنسكي الى الانتهاء من اصلاح 15 موقع كما يتم تجديد المواقع المتبقية ودع الرئيس الاوكراني مواطني الى توفير الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك لتحقيق الاستقرار في امدادات الطاقة